السلام عليكم مشاهدين الكرام في درس وحلقة جديدة اليوم سنتطرق في حلقتنا اليوم إلى شرح كيفية ربط بطاقة المستر كارت الافتراضية بحساب البيبال أنا أتوفر على بطاقة مستر كارت بنكية افتراضية من بنك مايفين موجود شرح كيفية إنشاء هذه البطاقة بطاقة المستر كارت وهي رائعة جدا في قناتنا سأترك لكم رابط الفيديو في مربع الوصف أسفل هذا الفيديو سأقوم بربطها أمامكم مع حسابي في البيبال بدون أي مشاكل لن أتل عليكم لنتابع الشرح على بركة الله أول شيء نقوم بالدخول إلى حسابنا في البيبال بعدها من الشريط العلوي نقوم بالضغط على المدفوعات تنبثق معنا هذه الواجهة نقوم بالذهاب إلى الأسفل إلى خانة بطاقة الإئتمان والسحب نقوم بالضغط على ربط البطاقة تنبثق معنا هذه الواجهة واجهة ربط البطاقة نقوم بإدخال رقم بطاقة الإئتمان بعدها نقوم بإدخال نوع البطاقة بعدها تاريخ نهاية صلاحية البطاقة الشهر والسنة بعدها رمز الحماية الذي يتكون من ثلاث أرقام تجده في تطبيق بانك مايفين ثم عنوان الفاتورة هذا العنوان سيكون تلقائيا مسجلا في البيبال لا داعي لإدخاله من جديد بعد إتمام عملية ملء هذه البيانات نقوم بالضغط على ربط البطاقة بعدها سيقوم البيبال بعملية تأكيد البطاقة وفحص البطاقة الآن نمر إلى توثيق البطاقة عن طريق كود يسلنا في الاسمس وبرقم الهاتف المربوط بتطبيق البانك مايفين نقوم بالضغط على بروسيشيد 3D باسوار ثم نضغط على سند اسمس سيسل كودين في الهاتف الخاص بنا في رسالة اسمس سيأتيك كودين اثنان 3D كود والديناميك 3D كود نقوم بملء الكود الأول والكود الثاني ثم نقوم بالضغط على confirm يقوم موقع البيبال الآن بإنشاء وفحص البطاقة وتأكيدها في نفس الوقت نضغط على تم الآن تم تأكيد البطاقة بنجاح يمكنك الآن استعمال هذه البطاقة الافتراضية من بنك مايفين بشكل عادي جدا في المواقع سواء شراء أو اشتراكات بدون أي مشاكل وبسلاسة وسهولة باستعمال البيبال إذن هكذا قمنا بربط بطاقة المستركارت الافتراضية من بنك مايفين بنجاح إلى هنا وصلنا إلى نهاية حرقتنا اليوم نستودعكم الله في درس وحرقة قادمة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام لاستفساراتكم وأسئلتكم يرجى تركوا تعليق أسفل هذا الفيديو مشاهدين الكرام لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر الإعجاب ليسي لك جديدنا دائما موسيقى 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 موسيقى